وأقدم الشيخ أوبكر محمد أحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أشكر للجميع المنظمين لهذه المحاضرة والحضور وكذلك الشيخ علي همد المتحدث من قبلي أشكر لكم جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذا العمل المحاضرة كما قدم الأخ مصطفى بعنوان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون آية من صورة الأنعام وهي الثالثة في آيات مع بعض اجتملت على وصايا عشرة بدأت بقوله قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاكٍ نَحْنُوا نَرْزُوقُكُمْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوْءُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عند العلماء الآيات الثلاثة ديل يسمون آيات الوصايا العشرة بدأت بالتوحيد انتهت بسلوك الصراط المستقيم الآية دي اجتملت على أمر ونهي أما الأمر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ده أمر هنا فاتبعوه وأنهي وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ يعني في سبيل واحد الله قال لك اتَّبعوه وفي سُّبُل تانية كثيرة ربنا قال لك ما تتَّبع النبي عليه الصلاة والسلام في شرح هذه الآية خطى خطا مستقيما عمل رسم بياني من باب شرح المعلومة شان انت تستفيد وتعرف المعلومة رسم لك رسم بياني في الأرض شكد العلماء قالوا هذه من الأساليب التي يعلم بها المعلم المتعلم يعلم من خلال أساليب للشرح شان انت تفهم حقيقة الطرق المنحرفة والشراط المستقيم طيب قال ابن مسعود خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الأرض في الأرض خط مستقيم وخط على جنبتي الخط يعني جنب طوالي خطوطا معوجة خد بالك الصراط المستقيم عديل الصراط عديل وطرق الضلالة معوجة بعدين من اللطائف في الحديث قال والطرق المعوجة جنب الخط المستقيم العلماء قالوا فيه لطيفة ومهمة إنه الباطل قريب من الحق عشان كده انت بتحتاج العلم شان تميز في ناس طبعا الواحد أول ما يجي داخل خاصة الجامعات والمناطق الفيها فوضى كثيرة وبدع واحد بيقول لك والله يا رأسنا ضد ربزاته ما عارفين نبقى مع منوه بالضبط كده نبقى مع منوه ومعروف يقول لك دا يجي يقول لنا آية وحديث وداك يقول آية وحديث ودا يقول لك الإسلام عندنا نحنا وداك يقول لك طريقتنا دي بس الجنة طوالة وداك يقول لك يقول لك حيرونا ذاته إحنا ما عارفين نبقى مع منوه ونبقى مع منوه شكيت ألاحظ في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رسم لك الخطوط بتاعت الضلالة قريبة من الصراط المستقيم جنبه بعدين طرق الضلالة عن اليمين وعن الشمال العلماء قالوا لأن الضلال ينقسم إلى قسمين إما ضلال من باب الدين وإما ضلال من باب الهوى الضلال دا في ناس ضلوا وفارقوا الصراط المستقيم ضلوا بالهوى وشوع بالضلالة كويس زي الفكر الشيوعي فكر ملحد تماما دا ما بنتسب لي دين الشيوعية ما بيدعوك لي دين بقول لك كوي نحنا دين دا ما دارينو بقول لك دارين نعيش حياتنا الدنيا والدين عندهم منبوذ كما قال مؤسس من مؤسسي الشيوعية وهو فلاديمير لينين قال في كتاب اسمه نصوص من الدين الصفحة خمسة وعشرين قال الدينو أفيون الشعوب أفيون يعني شنو الأفيون دا المخمر للعقل زي البنجو كويس زي الخمرة بتخمر عقلك بتخليك انت دايش ما عارف تمشي عليه تتجاه شكده عند الشيوعية يعتبر الدين عبارة عن مخدر للعقول تستخدم الصلاطين شان يقودوا بيه والشعوب إلى أهدافهم الدنيوية يعني عندهم نصوص الدين كما تقول للناس أدوا الزكاة بيفهموا من أداء الزكاة عبارة عن نص بيستخدموا الحكام شان يأكلوا بيه وأموال الناس شكده بيقول لك الدين أفيون الشعوب ناس كتار ما يفهموا العبارة دي دي عبارة خطيرة جدا وهي عبارة تنسف جميع الأديان خلاص نحن نتوقف إن شاء الله للصلاة ونعود نواصل بعد الصلاة نواصل قلنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال وعلى جنبتي الصراط كما ذكر ابن مسعود يصف وصف النبي عليه الصلاة والسلام للصراط المستقيم قالوا على جنبتي الصراط في كل جانب من الجوانب خطوط معوجة فذكرنا إنه الباطل والضلال اللي يكون على جانبين من الصراط المستقيم يكون على جانب الشمال وعلى جانب اليمين أما الباطل اللي على جانب الشمال هو الباطل اللي كان نتيجة للهوى ولا علاقة له بالانحراف في الدين يعني الناس لما عندهم علاقة مع الدين كالفكر الشيوعي مثلا والأفكار العلمانية والأفكار العلمانية هي أفكار دنيوية يعني تنبني على تأسيس الحياة الدنيا والسعي من أجل هذه الحياة الدنيا وذلك يتبع هواهم لذلك قال المولى عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فالأفكار العلمانية كلها كالفكر الديمقراطي وأفكار الحريات التي تقوم على الحريات كالأفكار العربية والقوميات فكر حزب البعث وفكر الحزب الناصري والأفكار الأفريقية كلها العرقية هذه كلها أفكار علمانية ما عندها علاقة مع الدين بل هي ضد الأديان فدي كلها بتقع على جانب الشمال ويدخل في هذه الأفكار أيضا أفكار الهوى يعني الناس الواحد يكون همه دار يعيش حياة بتريحه بمزاجه ده يعني حياة لا فيها ده حلال ولا ده حرام ولا فيها الصرجات قم خش المسجد وقف البتعمل فيه وامش صلي إلى آخره من الأفكار المبني على أن يعيش الإنسان هواه ويستمتع بالحياة الدنيا وديصفة من صفات الكفار قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم لذلك كثير من الطلاف في الجامعات كثير منهم اللي تابعوا الهوى عندهم نصيب من هذه الآيات الزول داير شنو؟ يعيش بعيد عن دين يقول لك شوف نحن الشغلة بتاعة حلال وحرام دي ما شغال با كثير بازدارين نعيش حياتنا دي وتكون أمورنا ظابطة كده وما عندنا أي شغلة بأي شي لا عندنا شغلة باكم متى المشكلين دي كلكم يقول لك السلفيين وصوفية وشنوح الشرعين نحن ما عندنا معاكم شغلة بس بنخلط ونتونس ونسمع الغنى ونقرأ الجامعة دي والواحد يتخرج وبعدها نمشي الزوج يسوله وليد عيش حياة ويموت على كده بس ديل أيضا عندهم نصيب من العلمانية لأن العلمانية تقوم على أن يعيش الإنسان من أجل الدنيا ما عندهم بالآخرة كويس؟ ده كل الضلال البقع في جانب الشمال أما الضلال البقع في جانب اليمين هو الضلال الذي نبع إما من فهم خاطئ للدين وإما من تحريف لنصوص الدين عشان كده جاء في تفسير قوله تعالى الناس اللي بيشتكوا يوم القيامة قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بتكلموا مع الزعمة بتاعينهم وما أضلنا إلا المجرمون كويس؟ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين في تفسير ابن كثير عن الضحاك قال كنتم تأتوننا باسم الدين يعني ضللون بيدين مش سايح أنه عايب يجي يقول لك إحنا عندنا طريقة وتبقى معانا وتخش في الطريقة وتملأ الاستمارة وتنضم معانا دا دين شكد الضلال منه ما كان عن طريق اليمين ومنه ما كان عن طريق اليسار حتى الأفكار الليلة بيصنفها لك السياسيون يقول لك أفكار يمينية وأفكار يسارية دي رسم النبي صلى الله عليه وسلم زمان خطوط عن اليمين وخطوط عن اليسار الصراط المستقيم شف في الآية ربنا قال وأن هذا هذا يسمي شارة يشير لشنو وأن هذا صراطي مستقيما يشير إلى الصراط الذي تم بيانه في القرآن والسنة وأن هذا صراطي صراط المبني على شنو مبني زي ما ذكر لك شيء قبل شوية مبني على التوحيد في الأول هذا صراطي ربنا قال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ربنا قال وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ ربنا حكى لنا الرسل من نوح لحد محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام جميعا قالوا وَلَكَدْ بَعَثْنَا نُوحَا إلى قومه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ قال وَإِلَى مَدْيَنَ أَقْاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَقْاهُمْ هُودًا قال يَا قَوْمْ اعْبُدُوا اللَّهَ بعد وَإِلَى ثَمُودًا أَقَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بعديوا وإلى مدينة قاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يبقى الصراط المستقيم أول خطوة فيه تعبد الله مش كده بس ما تعبد معه غيره تعبد الله وبره لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قال لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت لاحظ قبالا أيؤمن بالله قال فمن يكفر بالطاغوت وبعدين ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم يكفر بالطاغوت الطاغوت دا شنو كل أحد يدعوك إنك تعبده وتخلي الله زي اللي عندنا ليلة في الجصايد والمدايح بتاعت الصوفية يقول لك إن كنت في هم أو غم عندك مشكلة عندك هم مهموم عندك أي مشكلة جابلتك فقم وانده تقول شنو قال فقل يا مرغني آتيك بسرعة دا اللي يدعوك تعبده أنت قال تعبده دي إلى الصليلاء وركعتين الناس بيفهموا كثير منهم تقول له تعبد غير الله يقول لك يا ناس وي نحن ما قال نعبد غير الله ما قال نعبد لينا شيخ ما في يوم صلينا لي شيخ ولا ما شين الحج شن خاطر شيخ لا لا ما صلى براها العبادة ما صلى براها والعبادة ولا الحج براها يومك اللي تا في الشدايد قلبك دا يدعلق بالشيخ ولا مش كده بس ممكن ما تدعو ذاته ولا تسألو ولا تندهو لكن أول ما يحصل لك خير تقول نحن ما أولاد الفقرة نحن لو ما أبونا الشيخ دا قاعد الشي دا ما كان حصل لنا دي عقيدة برضو في الشيخ وبرضو دي عبادة للشيخ رأيك شنو مش كده بس لو اعتقدت إنه الشيخ دا لو نضمت فيه بيسمعك الناس اللي اللي يقول لك وي أول عامل الأولية يقول لك والله شيخنا ديل التقول فيه ويسمعو والشيخ ميت لو طالتاشر سنة يكون ميت يقول لك التقول ويسمعو دي عبادة للشيخ لأن ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم الله قال لك ما بيسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير شفت كيف يبقى يا أخواننا عندنا أول معلم من معالم الصراط المستقيم عشان انت بعدين ما تجي تقول والله في ناس كتار بتكلموا والدعاة في الساحة راقدين محل ما تمشي بتلقى داعية شغال شاء الماكرافون ولا ما شاء الماكرافون منهم ساي وأجي زول داعية بيقول لك تعال أبقى معنا ونحنا هل الحق طيب انت تميز كيف أنا دا يرديك علامات تميز بيها العلامة الأولى في القرآن ولولي جيت غيره في القرآن تعال كلمني وتعال ناغشني وبأديك الماكرافون دا بعد ما انتهي أديك الماكرافون تعال ناغشني أعظم علامة للطريق المستقيم التوحيد الصراط المستقيم دا مشرك ما بدخل فيه شكيدا ربنا قال في الآية 72 سورة المائدة قال فإنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام في واحدة بعد الفتح أرسل علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأن الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة مشرك ما بخشها الجنة ما بخش التدائر لك جنة من غير توحيد في الصورة الآن عام 18 رسول ربنا جابا في الصورة الآن عام من ذرية إبراهيم كما قال ابن كثير في أحد القولين قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم إبراهيم لما حاج قومه في التوحيد قال لهم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم عليك الله ده مش أقول كلام اللي بيحصل الليلة الناس بتاعنا ليلة في البلد إلا من رحم الله إلا من رحم الله بيعبدوا في الشيوخ المدفنين في القباب ديال هادي في القباب بيجاي عندكم في مدني بهين جينا مرين من جنب أسه النسوان ما بالطحاد جنبه والجماعة بيزوروا وبسفوا في التراب هادا بيجاي قريب وأبحراز جنبكم بهين كلها 12 دقيقة بتحصلها هادي بيجاي أبحراز كويس؟ قباب ناس بيعبدوا فيها وبتمسحوا بيها وبيعتقدوا فيها ولا بتنفعهم ولا بتضرهم شاكده إبراهيم ناخش قوم الزمان زي نقاش ناسنا الليلة ديل أسه نفس النقاش ده نناقشهم بيو قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم لا ينفعوكم ولا ضركم قال لهم أفل لكم أفل لكم معناه تبا لكم معناه خسرتوا يتوا خسرانين خسرانين ساي قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أقول ما عندكم قال أتعبدون ما تنحتون تسووا براكم قال إلى حقهم يسووا براهم ويعبدوا نفس النظام ده جماعتك البنين القبة القبة براهم بنوها براهم يجيبوا الطب ويابنوا القبة ويجيبوا الشيخ مربط وما كفن كويس؟ ولافنه في كفن وشلو يدخله جوا براهم بعد شو يجي يقول لك بركاتك يا أبو الشيخ بركاتك بتاعي شنو؟ إنت بدخلت براك هنا جبت مربط مقيد ودخلت في القبر ودفنت وتجرف يديه ويدعوليه إن كان محسنا فزيت في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي طيب إنت مدام عارف الموضوع عند الله وأن الله بتجاوز عن المحسن بتجي المحسن وبتجاوز عن المسيئ أجابك تدعو تاني شنو؟ تشكيدا قال لهم أفلا تعقلون قال لهم ما تعبدون ما تنحتون تسوو تعبدوا والله خلقكم وما تعبدون أو وما تعملون الله خلقكم والشل سويتو دا يعبدو ويقدسو إبراهيم عليه السلام لما ناقشهم ربنا قال وَتِلْكَ حُجَّةُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمُ والله إبراهيم الله داو حجة قوية خلاص اتقال حجته شنو؟ لما ناقشوا الله قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان كويس؟ قال أتحاجوني في الله وقد هدان وَلَا أَخَافُ مَا تُشِرِكُونَ بِهِ قال لهم التواصل بتخوفونه بالجماعة بتاعينكم ديل ما نظام زي القوبة بحقات ناس دي الأسنام بتاعيننا والرسلنا شفتها كيف وقال لإبراهيم أعمل حسابك من الجماعة ديل أليهاتنا دلك نقبلوا عليك كعبين أعمل حسابك منهم قال أه قال وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان وَلَا أَخَافُ مَا تُشِرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَيَشَاءَ رَبِّي شَيئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ أنا كيف أخاف لي من أسنام سويته وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَيْتُوا دِيلْ إيه تقلم أسه نفس النظام ده الصوفيتة اللي جاب خوي فينا نحنا بالشيوخ بتاعنه وقل لك شوف انت مش تكلمت فيه وتحسونه اليوم داك مش تكلمت فيه وتكلمت في الصايم دي ما بنضارات ولا الجاي اللي ده بتعتابط بنضارات اللي بهنا ده كويس قل لك تكلمت فيه شيل شيلتك الصوجي اللي ده حقه ما بخليه وقل لك وتعتابط وبنضارات وبسفينجة وبشنو ما عارف كلهم وقل لك ده الحقه وما بخليه وشيلوا شيلتكم طيب انا اخاف من الجاي اللي بتاعك وإت ما خفت انك اشتركت بأله إت ما خفت من الله يا اخي الله جعلت له ند وربنا قال لك في الكلام ده قالت كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى اندعوا للرحمن ولد إت تجعل ند لأله وتجعل الشريك لأله أو إت ما خايف تلقصه ولا خايف ولا بيستك دلقانه ومبسوط ويقعد مسيك لك المايك قل لك أولياءنا ومن عادة لي وليا والوهابية قل لك اللي شيلوا شيلتهم بعادة الأولية بتكلموا فيهم شيلتنا نحن خليها من يقدر نشيلها إت أقدر شيل شيلتك مع الله إت يا اخي بتاعدي الله وتجعل له ند تقول الجانة عين شيخي الباجاي بتاع الزيرقاب والرزق يقول لك عين شيخنا وشيخنا يكتبوا لك الحجبات والأوراق تحميك من العين يقول لك وتحميك من السحر ها وتحجب البيت وتحسن الولادات ده يقول لك كله بيسويوا الشيخ بتاعنا إت يا صوفي ما خفت من الله تساود كله تجعل لأله أنداد وتجعل لأله شركة أنت ما خايف إبراهيم عليه السلام حاجة جنب الحجة دي قال لهم ها فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الأحق بالأمن منه قال بيبقى مع الله بيبقى مع الله ويعتمد عليه الله ويتأكل عليه الله وبيتكلم في الشيوخ ولا الأمان مع الزهولة الماسك في الشيوخ القاعدني في الوطى المساكين الضعفة الما عندهم حاجة وخلى الله الكريم الأمن مع منه جاءت الآية البعضية طوال الذين آمنوا دي الإجابة بتاعت السؤال القبيل الذين آمنوا يعني دينا ما بيخافوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك وهم مهتدون دي حجة إبراهيم الله قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبايناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا ديال منو؟ الثمنتاشر ديال وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تجدت تقول لي أبويا الشيخ أكل القسرة؟ القسرة بتاع شنوه؟ تجدت مسكين ولا شنو؟ يقول لك أبويا الشيخ دا حفز تلتاشر ها؟ دفع القرآن وعرّس لخمسمية شاب والله مش كان عرّس لهم عرّس بتاع شنو؟ هو خليك من عمل أبوك الشيخ دا أبوك الشيخ عرّس لهم من وين؟ من حقه؟ مادل قروشة جابا جامعة ذاتهم ما جيب تايته أبوك الشيخ شغال شنو؟ اتحداك قاعد يشيل طورية يمشي الخلع يشتغل أبوك الشيخ عندو متجر فاتعو تاجر هو؟ أبوك الشيخ قاعد في العنجاريب بتاعو المرة مجناك بتجيب عطوت وديك بتجيب الدهب وانت المسكين بتدفع البياض دا اللي بيأكلك بيوزعته الكسرة تقول ليه أكلك؟ ايه تلأكلت الكسرة اللي رقبتك ما فيش يخكلك فيه متى كلامي؟ العمل بتاعهم العمل دا قول صالح ذاته عديد الله قال لك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مش العمل بتاع الفكا يا ديل عمل الأنبياء عمل ما فيه رياء أسه أبوك الشيخ دي تضامن عمله دا ما رياء؟ انت بتضمن؟ ما بتضمن؟ ولا أنا ما بضمن كويس؟ عمل الأنبياء رياء ما فيه سمعة ما فيه عمل غلط ما فيه أبوك الشيخ دا عبادته دي كلها غلط بدع كلها إيه مني بدى الصلاة؟ تلقى ماشي الفكي دا يقول له ما قيموا الصلاة؟ مما قاموا الصلاة يجي اللهم يحسن وقوفنا بين يديك بدع نمر واحد رفع يده وكده نويته أنه وصل لي صلاة الدور في مدني حي الردمية ولا حي شنو ما أتعرف؟ ووو كده بدع مابدوز بدى الصلاة لو رح يده ونزل اللي يتحهد مابدوز رفع يدهك دا من السنة ترفع اليمين على الشمال في صدرك تلقى بتوطح في يده تقول واقف ليه في صف تاعتماطم تلقى واقف كده بتوطح يده وتحهد بعد شو يجا لا بيرفع يده يخالف السنن ألف الصلاة كلها فيمتة؟ صلاة بدع وخرافات كلها ما عدا عبادة لنبيا ما زي دي عبادة صحيحة ما فيها ولا غلط واحد عبادة صحيحة كويس؟ وعبادة خالصة لالله ما فيها الرياء ولا فيها السمعة ولا فيها كل دا الله بعد دا قال لك ولو أشركوا لحبط عنهم العبادة الصح ديك والسمحة دي لحبط عنهم ما كانوا يعملون تاعت تقول ليه أبوك الشيخ عبادته لما لخبطه والمعولقة دي كله تاعت تقول ليه عبادته دي ومعاشرك بتنفعه ما بتنفعه كله كله ولذلك الأسرات المستقيم دا شفت ابن القيم ضرب له مثال بالمفتاح بدع عارف المفتاح المفتاح دي عنده أصل الأصل بتاع المفتاح بعد داك في السنون دي بيشتغل فيها المفتاح المفتاح دا ذاته دا التوحيد في توحيد معناه في مفتاح ما في توحيد مفتاح ذاته ما في خليت قول ليه السنون دي ما جاي وما تركبت كويس وما قادر يشتغل مفتاح ذاته ما في جنة ما في جهنم بس يوم القيامة كويس التوحيد دا المفتاح بتاعك بعد داك باقي تفاصيل الدين دي السنون بتاعت المفتاح أول شعر من شعرات المنهج الحق العقيدة الخالصة النكية دي اللي كانوا على الصحابة أسألك بالله سمعت في التاريخ كله الصحابة كان بينده الفقراء يدعو فيهم وقتلحقونا في الشدائد معين الصالحين كانوا قاعدين زمان أصل بيقولوا أنهم صالحين ولا صالحين ولا حاجة لكن زمان الصالحين قاعدين والميتين من الصالحين راقدين مكابر البقيع في صحابة جلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مدفون في صحابة كرام حمزة بن عبد المطلب غيرهم مدفونين مأفزوا المشأ سفة تراب ولا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مأفزوا البيجي قبره وبشيل وبسف ويدعو مأفز صحابة ما كان بعملوا زي ده فيمت كلامي ولذلك أول خطوة أنت تخطوها في طريق الاستقامة على طريق الكتاب والسنة تترك ما يدعو إليه التصوف التصوف اليوم وخاصة التصوف السوداني تعرف العلمة زمان أنكروا على دعاة الصوفية القدام ما لسه قدام زمان من القرن الرابع وبعده كان في واحد اسمه الحلاج عنده عقايد خربانة كويس الحلاج ده كان مشعوز وكان عنده عنده مكر واحتيال محتال جدا في السحر بتاعه قال له زي ما نذكر الذهبي في سيرة على من نبلاء الحلاج بسوقه واحد من الحيران بتاع انه بيوديه هناك في الخلاء بعيد يمشي يقول له شيل معك حاجات يشيلوا معاهم فاكهة عينب شيلوا معاهم مشويات حاجات كتيرة اطعيمة يمشيوا يدفنوا هناك في الخلاء يشتين هنا ويدفنوا ويحفظوا محلاتها يخطوا فيها طوبة ولا بغوزوا فيها عود أنا ما عارف شنو بس بيحفظوا محلاتها كويس ايجي اليوم البعضي وقال يقول لأصحابه يا جمال حيران بتاع انه يقول لهم هل لكم في نزهة في الخلاء نمرق نتنزه في الخلاء هناك ويقول له ما في مشكلة ابونا الشيخ نمشي طوالي ويبا يمشي هناك اول ما يصلوا محل الخلاء الحوار داك ما متفق معاه يقوم الحلاج يقول له هل تشتهي شيئا تشتهي لك حاجة كده انت يقول اه اني اشتهي اه عنبا التاني يقول اشتهي حلوة وداك يقول اشتهي ما تعرف لحما كده طوالي الحلاج طبعا عامل لهم فاولي وكضاء محتال عامل فازاكر يذكر لله يا لطيف يا دايم كويس امش طوالي يقول له احفر هنا طلع الحلوة يطلع لدك بتخلع يا سلام هكذا الولاي يقول له والاولياء والصالحين يطلع لي حلوة من هنا وفاكهة من هناك وشنو عامل لهم فاولي صالح مشعوز دجال اجتموا علوة العلمة بتاهم بغداد الوقت داك استتابو للشركيات القالة استتابو ما تاب قتلوا ردة ابن الجوزي في تلبيس ابليس قال وقتل ردة بإجماع العلماء استأل لنا في ناس والله الذي لا إله غيره بيقولوا كلام أسوأ من بتاع الحلوة والله أسوأ منه أدرب لك مثال بسيط في كتاب اسمه قلائد الذهب وفواتح القرب الصفحة 83 الكتاب دا كادو عبد المحمود دا 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 بتاع طابة البياي دي والليلة بنتسوه لناس كتار جدا ومدحوا البراعي رجل طابة له كم من نفوس طابة عظيم محمود دا كادو الكتاب بتاع قلائد الذهب مطبوع 2011 المطبعة الدار السوداني للكتب وزارة الإرشاد والأوقاف دي الجهة الطابعة له المقرز للكتاب والناشر له اسمه عبدالله الكباشي دا كان وزير الأوقاف السابق شوف الكتاب دا يعني انت لمن تمسكه كتاب طابعاه جهة زي دي كويس والمقرز بتاعه رجل كبير جدا تقول دا كتاب بتاع دين الصفحة 83 بتكلم عن كرامة بتاعة واحد اسمه الدسوغي الدسوغي قال انا موسى عليه السلام في مناجاته شوف الزول دا بزكي في رقفته كيف اتا موسى موسى كليم الله قال دا موسى موسى يا اخوانا قاعد في السودان هنا قال انا موسى دا مصري موش سوداني موسى عليه السلام في مناجاته قال انا علي في حملاته قاله علي بن ابي طالب في الحملات بتاعته قال انا كل ولي على وجه الارض البسته بيدي انزع منهم من اشاء والبس منهم من اشاء قال انا مفاتيح الجنة بيدي فتحتها الجنة دي قال فتحت انا بيدي كويس قال ومفاتيح النار بيدي غلقتها النار قفلت انا الجنة فتحت انا قال من زارني اسكنته جنة الفردوس رايك شنو انت لقاك كلام اخطر من دا في كتب الان افتح كتب اليهود والنصارى بتلك كلام اخطر من دا يا ناس والله كتب اليهود والنصارى ما فيا كلام اخطر من دا لكن دا باسم الدين عشان كده بكلمك بكل صراحة وهذه الصراحة فقدت عن كتير من الدعاة اليوم في الساحة مما يتكلم عن التصوف والتصوف يمثل وباء في السودان وباء عظيم وباء كبير الله بتلانا بيو الدعاة بيتلبطوا لانه عندهم مصالح في امتى ودعاة بتاعهم باطل ما بيكشفوا لك الحقيقة وعادي يقعد يلف ويدور يقول لك نحن امة محمد بيخير كويس؟ ونحن يقول لك في السودان كلنا بنحب النبي السلافيين والصوفية كلنا بنحب النبي انت كذاب بس انت كذاب ومستهبل وده بتلعب بالدين الصوفية بيحبه النبي الزورة اللي بيحب النبي ما بيتتبعه يا اخي الليلة اللي بيحب جمال فرفور الفنان ده بيحالك صلعة زيه تلقى داك صلعة زيه لانه بيحب جمال فرفور والبحيب محمود عبدالعزيز الماد داك كويس؟ بتلقى حالقة كده زي الصريمة كده مصرم رقبته حالق زيه البحب لا فنانة ولا رقاصة ساي تلقى برقو زيه وماشي في الشارع لابس نعال زي النعال بتاعته الآن اللي بيحبه مش فنانين بتاع الكورة داك اللي اسمه شنو مينار ولا شنو اللي عنده جمبور في راسم فوق داك زي الدك الشباب حلقين زيه كلهم جمبور في راسم كده دا الواحد تلقى دا مش شبهين لهم بيلاعب ابعرفه برازيلي ولا شنو ابعرفه غايته ات يا صوفي تقول لي انا بحب النبي ويت النبي ما در تتابعه في حاجة واحدة حاجة واحدة ما در تتابعه فيها ولا في عاقدته خليك مسألة المظهر دي ممكن يكون في خلل معلش الزل قد يكون بحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن عنده خلل في مظهره يتلقى ما عنده لحية جلابته طويلة ولا بانطلونه طويل وكده لكن ممكن يكون بحب النبي برضو دا ممكن لكن ما ممكن تقول لي انا بحب الرسول وعاقدتك مخالفة لعاقدة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ممكن النبي أعظم ما جبهه أعظم ما جبهه النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة أعظم حاجة جبهه كويس لما كان ماشي بالجيش بعد غزوة حنين في غزوة حنين بعد فتح مكة سائق الجيش والجيش خشوا فيه ناس جداد كتار خشوا يدوب الإسلام وكانوا الناس ديال لسه ما ما رسخوا في العلم في أشياء فايت عليهم لقوا المشركين عندهم عندهم شجرة بيعلقوا الأسلحة بتاعتهم شان ينتصروا بيقوم بيعلقوا الأسلحة بتاعتهم في الشجرة زي الشيء اللي بتعصوا فيها اللي بسواسة ده وعدوا يقول لك ده ليه ورقة من الفكي ويمشي الجوب باشي ليه تراب ويجيب ليه محاية من الشيخ والطلبة قلبي يمشوا اتعارف امشوا أيام الامتحانات الواحد يوضي جلمه للفكي يقول لها عزم لي فيه يقول لها عندنا امتحان بتاع أنطومي ونازلين الامتحان يا زول الفكي لو نزل أنطومي دي بيعارف معنا شنو أسه لو جيبت خلي له عزم لك في القلب جيب الفكي ذاته نزلوا الامتحان جوا بنجح والله واحد من مئة ما يجيبه يا ناس وتلده مقتنع ده يقول لك يا زول أنا لو ما شاءت للشيخ ده بجيب يا زول هوي الشيخ لو بيعارف زي ده كان قرى طيبه الودان المحاية شنو كان قرى طيبه ذاته يا أخي وغيم نفسه على أي حال الصحابة كان فيه منه الناس لسه ما رسخوا في العلم جداد في الإسلام كويس؟ قالوا اجعل لنا ذاته أنواد دار لنا شجرة زي دي نعلك فيها الأسلحة بتاعتنا شان ننتصر في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم وقف الجيش الناس ما شين حرب والعدو قدامهم وقف الجيش لأنه دي عقيدة ما في مجاملة ودى العقيدة لو ما صلحت بتهزمه هزيمة طوالة ما في نقاش كويس؟ النبي وقف الجيش قال لهم قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون شفتا كيف؟ فالآن الدعوة بتاعت التصوف دعوة بتاعت عقيدة خربانة في المقام الأول وما يدعاد يقول لك نحنا بنحب الرسول نحنا عندنا نحب الرسول لا بد بميزان أسه لو قلت ليه بحبك لو قلت ليه ندى أنا بحبك فهمت أنا ما بصدقك سعي إلا من موازين يا ناسة لوحد جاب لك في الشارع قال لك يا السلام أنا بحبك جدا تخيل ورخ يده تمام ودك كف لما نضانك واجعتك ما أقول لكم بحبك؟ تقول لك أنت بتحبني ما تكفتني ليه يا أخ؟ يا أخي ما لابد يا أخواننا المحبة ما دعوة ما تدعى لابد يكون يكون أنت صادق في دعوات دي لو أنت صادق لابد تتبع وتسوي زيه تتعبد زيه تعتقد العقيدة فتعته على أي حال؟ عندنا دي العلامة الأولى من علامات المنهج الحق إنك أنت تكون على عقيدة نظيفة ما في مجاملة ولا في لعب ثانيا تسلك نفس طريقة الصحابة رضي الله عنهم ما تخرم الموضوع وتمشي للفرغة الضالة في فرغة الآن قاعدة في الساحة أنا دار أديك فكرة عنها من القديم زمان والسجديد زمان أول فرقة الضالة زهرت زهرت بتين زمن الصحابة ما من الصحابة هم ولا الصحابة ما فيهم واحد الصحابة كلهم مرضي عنهم وكلهم من أهل الجنة وما في الصحابة ضال أبدا لكن دل كانوا قاعدين في زمن الصحابة مجرمين أول فرقة ضالة زهرت واحد يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له دهب من اليمن بيقى بقسم في الدهب قسموا على أربع عنفار وطبعا أنا أديك معلومة شفت القروش دي مما تجي؟ القروش أصحاب الضالة بيظهروا والناس اللي ما عندهم علاقة مع الدين الحد ناس قروش بس الزول بيمشي لك محل القروش أصلا واحد يجيك وقول لكم أهاي مولانا كم بيجينا معاكم بتدون شنو؟ وانت جاي لده؟ ما بديك أي حاجة ولا شي ما عندنا لك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم أني ملك يا ناس شفت المرضانين بيجيوا مع القروش عشان كده أصلا الجماعات اللافة بيقول لك جماعات إسلامية دي أنا حسب ما عرفتي اللي بعرفة دي جماعات ملمومة حول المال بس زي لما تجدع لك عضم عضم بعد ما تكد العضم تجدعه في الوقت مش النامي اللي بتلمى فيه شيل العضم رفعه كده النامي اللي بيفوت كله الجماعات دي لفة حول جروش ترفع الجروش أجي واحد بيفوت على المحله ده النظام كده شاكده ده كأول ما جاء المال فيه ابتا كلامي المال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقه ويعلم خبايا أو يعلم طبايا عن نفوس ويعلم من يرغب في الإسلام ويعلم من يكله إلى إيمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الدهب ده بين أربعة الده لأربعة مفار بس لما كان عنده صلى الله عليه وسلم الزول ده قام طواري قال يا محمد اعدل ده من زمان ما تكلم قاعد لابد بس في محلو ده أسه ما تكلم مما جاء القروش قام ينضم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل يا ناس ذول بيقول للنبي اعدل ده فيه خير تاني النبي يقول يا اعدل النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ما تأمنوني عمر بن الخطاب صلى سيف طوالي وفي رواية خالد قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق خلينا أكتله النبي صلى الله عليه وسلم منعه مش منعه شأنه ما منافق لا لذا منافق مجرم لكن قال له حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه لأنه الناس شايفينه شايفينه عنده لحية أحدت الصحابي وراوي الأثر قالوا قام رجل غير العينين غير العينين يعني شنو؟ يعني عيونه دي أزول لمن يكون مساهر شديد وفي رواية مسهمة أعينهم الخوارج عيونه من الساهر بتكون مدخلة لجوة تعبان ظاهر ده من الساهر التقلب يساهر في شنو؟ بساهر في كشتينة ده التقلب يساهر في الوالصاب ده مساهر بيقرق قرآن بالليل شغال بيقرق سايا الليل كله وبيتعبد لكن مجرم حقد لشان كده ما تتغشى بأي زول بيقرق في قرآن وللي لا يكون زول على الصراط المستقيم كويس؟ قال غير عيونه وجبهته قال مثل ركبة المعزة ده جبهته مزلطة من الصلاة شفتها؟ والله ده يجي بلدنا ده هنا أوه ده يطلع أكبر ولصالح قولك ده الليل مبنوم يا أخ قايم الليل كله كويس؟ بعد قال مشمر الإزار إزاره كثير كمان أها قال كس اللحية لحيته كبيرة شف في شكل زي ده ده شكل بتاع تغوى صح المظاهر البره دي كله كمظهر مو يده مظهر بتاع زول تغي؟ عيونه مساهرة بالليل جبهته جبهة صلاة لحيته ما شاء الله على السنة إزاره كثير ما شاء الله ده أنتك أنشوف تقول يا زول ده مولانا ذاته بعد ده مجري محقد قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كتله قال يخرج من ضئضئ هذا في ناس حيجوا وراء على شاكل الده يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم صلعين صلجت وصيامه مع صيامهم قال يمركون من الدين ليه؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ده الفكر الليلة المعاصر اللي عندنا اللي بتدمناء الفرقة لسمى داعش والفرقة لسمى جبهة النصرة والفرقة لسمى تنظيم القائدة وكل هذه الفرقة الثلاثة اللي أحدثت فتنة في القرن الحديث أو في الأيام المعاصرة دي كلها خرجت من جماعة الإخوان المسلمين خرجت من كتاب سيد قطب اللي اسمه معالم في الطريق وكتاب سيد قطب اللي اسمه العدالة الاجتماعية وكتاب سيد قطب اللي اسمه الظلالة القرآن شفت؟ الكتب ياهدو كلها قاعدة هنا شفت الكلام ده كيف؟ الفكر ده ده أول فكر ظهر في الإسلام أول فكر منحرف والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده ليخرجون كل ما خرج قرن قطع القوارج ما بيتمكنوا عشان كده تلقاهم مسا بيبدو لهم دويلات يبدو شوية كده بتكسروا ما بيقدر يتمكنوا يبدو حبة كده ينشأوا يتقطعوا طوالي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما نبت قرن قطع ما بيستمروا ولا بيستولوا التعارف ده ما بيرضوا بحكومة كله كله تلقون بنبزه في أي حكومة يا أخي الآن الحكومة السعودية مع تطبيق للدين وتبني للمنهج الصحيح ونشره للتوحيد والفضيلة ومحاربة للرزيلة وإعلان للجهاد ضد الكفار من الحوثيين وغيرهم ومن المرتزقة وكلهم مع الدين الفيادة كله الآن عندهم السعودية كافرة والملك بتاعه ده سلمان كافر ويكفروا في المنابر يعني جنبنا في الخارطون في الشجرة واحد إمام جمعة في المنبر فوق قال يوم الحاكم ده كافر سعود سعودي كافر والسودان بتاعهم ده كافر كلهم قال كفر شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ليه بيقتلوهم لأنه كفرهم شوف هاي زولة بيقتلك يستحل دمك في الغالب كفرك في الغالب كفرك لأنه ده مش بيقتلك عشان لا ده بيقتلك لأنه بيعتبرك كنت ما طبقت الشريعة وعندهم الحاكم بس بيفهم لك آية بيفهم غلط يقول لك وليكم ما زل الله فليكم ملكافرون عندكم هنا قاعدين من أسهل من أسهل الشباب ديل أنا قبل فترة أنا غشتا ولد هنا ده لافي بيجاي وعامل فاسلة فيه وبيدقنوا كده لافي ويلاقي في الشباب وتعالوا واحضروا معنا وجايبين مدسن أحمد إسماعيل ده تكفيري يا زل جايبين عبد الحيوسي برضو معاه فيمتا؟ جايبين محمد عبد الكريم القاري ده برضو كلهم ده دعاة للفكر التكفيري كلهم فيمتا كلامي؟ المنهي ده ده بدى زمان ده لنت عارف بعد العهد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام سكتوا فترة جوا في عهد عثمان بن عفان قالوا عثمان بن عفان كفر وقالوا عندنا مطالب رفعوها زي النظام اللي بيعملوا سيدا مطالب قالوا ستاشر مطلب رافعنا إنت عملت يا عثمان وعملت 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 وحنقتلك عثمان بن عفان مرق عليهم ووعظهم ونصحهم تكلم معهم بفوق الدار حاوطوا داره كده كلها وقالوا له نحن حنقتلك يا ناس تقتلوا المزوجي اتنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيقتلوه شفتا كيف دخلوا على عثمان رضي الله وعنه مجموعة شرزمة من المجرمين وقتلوا شر قتله أول ما قتلوا شو من الخوارد المجار ما كيف أول ما قتلوا طوالي مشوا دخلوا في الجيش بتاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن علي بن أبي طالب معروف الخليفة بعد عثمان وهو أمير المؤمنين دخلوا في الجيش بتاعه واحتموا به وزعموا إنهم من أنصار علي بن أبي طالب أول ما جاء علي بن أبي طالب ووقعت قصة التحكيم كويس طوالي مرقوا علي علي بن أبي طالب وقال ليت ذاتك كفرته كفروا علي بن أبي طالب أيضا ومشنوا نزلوا في حتي زم حروراء وعلي بن أبي طالب قال شوف من مناقب رضي الله عنه أرضاه قال أنا ما ببدأوا بالقتال لكن هم حيبدوا تعرف بدوا كيف عندهم دين دين ذاته قطعنه من رأسهم دخلوا البستان حيط بستان يعني حديقة بتاعة واحد من أهل الزم قاموا ليقول لهم سمرة واقعة في الوقت واحد يتناولنا دار يأكلها كويس التاني شاء الله من خشمه جدع قال لي كيف تاكل سمرة لأهل الكتاب من غير ما تستازم منهم عامل فهو ورع عند ورع يعني كويس مشوا قدام لقوا خنزير لأهل الزم خنزير لأهل الزم واحد كتل الخنزير قاموا عليه وقول له لابد تمشي تدفع عليه حق الخنزير ده ده مضيوز ليك شوف الورع الكاذب بتاعهم ده مشوا بهناك لقوا ولد صحابي اسمه عبد الله ابن خباب ده ولد صحابي قاموا قالوا له حدثنا حديثا سمعته أو سمعته عن أبيك عن رسول الله أيوة طبعا وفيه معرفون دير الخوارج والخوارج لو لقوا كافر ما بيسألوه يعني قلت له والله ما ينديل يا غبادين هذا صليبي بيقول لك أمش ما بيسألوه أسه النظام الشغالين بيجي جماعة دال لاب حرب أمريكا ولا بيفتقمشوا ياخزوا إسرائيل ولا أي حاجة شغالين بيكتل في المسلمين يقول لك دال كفروا طيب خلي الكفر أسه في ناس كافرين من والدهم أو مما نشأوا ولقوا أبواتهم طلعوا كفار معهم أمشي كتل دالك كده ديو لي عبد الله ابن خباب قالوا ليه حديثني حديث قال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل قال لهم شوف الحديث ذاته كأنه فيه إشارة لهم إنه أنا عارفكم بيتكتلوني كويس كانوا فيه إشارة زي دي وأنا رضيانكم عبد الله المقتول ما كنا القاتل قاموا لموا فيه كتلوه ومرتوا معاو بقروا بطنة شارطوا بطنة وطلعوا جنين من جوه وجدعوا جنب البحر حتى قال سال دمه كشراك النعل داخل البحر كتلوا والصحابي أول ما كتلوا على ابن أبي طالب قال لهم من قتله وروني الكتلوا منه قالوا كلنا قتله كتلنا شكت نحن فأعلن عليهم الحرب واستعصل كلهم ما فضل منهم إلا بقايا بسيطة جدا لما فيهم الحجاج بعدين الحجاج لمن جاء بعد زمن طبعا الحجاج دا ربنا سلطوا كويس دا كتل كويسين وكعبين كتل صحابة ذاتهم أول ما جاء لأهل العراق قالوا خطبهم كما ذكر في التاريخ طلع المنبر خطبهم قال لهم يا أهل العراق لما طلع المنبر ملسم شوف شوف ذاته الخطبة كيف ملسم لا قال يا أهل العراق يا أهل النفاق لقد أرسلني إليكم أمير المؤمنين بصوتيني بصوت عذاب وصوت رحمة أما صوت الرحمة فقد ضاع مني في الطريق بعد دا عذاب بس ما عندكم أي حاجة تانية نجم العراق وآز الناس وكان من شر خلق الله بإجماع العلماء دا كتل باقي الخوارج الخوارج ديل قاعدين الليلة دي وفي أي بلد انت ما تقول لي يا أخي والله أنا لأجاد واحد وسألته قلت لأي أنت من الخوارج يا لأي لا أنا ما من الخوارج وما كده القضية فكر زول حامل الفكر ده من الخوارج تسألوا سوالين بس موضوعين السوال الأول دار تكتشف أي واحد خارجي ولا ما خارجي السوال نمرة واحد تقول له رأيك شنو في حكام المسلمين الليلة ديل البشير حاكمنا حاكم السودان إحنا عندنا ده مسلم وعنده علينا بيعة وسمع وطاعة حاكم مسلم قل لأيك شنو عنده عليك بيعة ولا ما عنده عليك ده السوال نمرة واحد في متى السوال نمرة اتنين تقول له لو اعترفت معاه أنه الحاكم ده مسلم لكن بتقول لي ظالم كويس يلا بيجوز نخرج عليه نعمل ثورة ولا ما بيجوز لو قلت بيجوز نخرج عليه نقلب الحكومة ونجيب حاكم جديد وهو مسلم الحاكم ده ما كافر أعرف أنه ده من الخوارج دلالهم بتركز في نقطتين تكفير المسلم بمسألة الحاكمية بكفر الحكام بقضية الحاكمية اتنين بيستبيحوا الخروج على الحاكم المسلم والاتنين دل انت بتعرفين الانسان اذا كان من اهل السنة الزل على السنة المستقيم اول حاجة ما بكفر الحاكم فقط بترك الحكم انما الا يجحد شريعة الله سبحانه وتعالى او ينكر شريعة الله او يعتقد انه الشريعة دي افضل من شريعة الله والحاجة التانية انه الانسان المستقيم بيرى الصبر على الحاكم ولو كان ظالما يصبر عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى له بالصلاح وبالخير كويس دزول على الاستقامة دي اخواننا اول فرقة انتشرت وظهرت في الاسلام هي فرقة الخوارج بعد ذلك جاءت فرقة الغدرية دول عندهم ضلال كمان في جانب تاني جاءت بعديهم فرقة المعتزلة المعتزلة دي الاطباع واصل ابن عطاء الغزال واصل ابن عطاء اكان في مجلس الحسن البصري كان موجود في مجلس الحسن البصري وكان من تلاميذه يلا الخوارج ذكرناهم جبيل يعتقدوا انه مرتكبة الكبيرة كافر في الدنيا اي دول ارتكبة كبيرة سرد زنا كويس دا في الدنيا كافر ومخلط في النار وما القيامة المعتزلة دي الال قالوا لا 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 احنا بنختلف مع الخوائي قالوا الزورة اللي ارتكبة الكبيرة ها نحنا ما بنقول كافر ولا بنقول مؤمن قالوا في النص ما رج من اليمان وما خش الكفر لاسا وفي النص جايد وهم ما معروف قالوا بس ما رج من هنا وماذا خلاسا شاكدوا بسموها منزلة بين المنزلتين يعني قاعد في النص واتفقوا مع الخوارج انه يوم القيامة بقوش جهنم مخلط فيها واتفقوا مع الخوارج فانه ما في شفاعة يوم القيامة شفاعة يوم القيامة ما في كويس وعند المعتزلة انكار عذاب القبر وده اللي انكروا من وسه في زمننا ده الترابي وانا جايك لموضوع بعدين باختملك باو ده ها ما نسيده ما تتخيل نسيده كويس ان شاء الله المعتزلة انكروا عذاب القبر وانكروا مجموعة من الاشياء شفت كيف الان انا ما قد فقد دارت ديك معلومة عن القدام لكن دارت تعرف الفكر ده الان موجود وين فكرة المعتزلة ده فكر مبني على تعظيم العقل وبيعتقدوا انه العقل ده هو الحاكم على النص والان ده فلسفة بتسمعها عند العلمانيين وعند الناس اللي بيسموهم عقلانيين هما ما عقلانين دي الجهلة ما عقلانين لانه العقل ما ممكن يخالف النص اللي جاء من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام كويس فعندهم تعظيم العقل وتحكيم العقل على الكتاب والسنة طيب يا اخواني نسألكم سؤال سؤالك دي لطيف الزرل بيقول لك انا بحكم عقلي على النصوص وحتى الحديث جمعت الترابي أسا يقول لك الحديث ده نوزن بالعقل نشوفه بيجي ولا ما بيجي نوزنه كده جاء ما جاء طيب سؤال نوزنه بعقل منه العقل دي كلها واحد ما واحد ليه لأن العقل ينبني على مدخلات انت العقل مربوط ببيئتك البيئة بتاعتك انت كويس وانت الاشياء بتعتبرها معقولة حسب بيئتك العيشت فيها اضرب لك مثال زمان زمن الامام مالك وزمننا احنا ده يعني لو جيت للامام مالك زمن ولا واحد في عهدهم ولا الامام الشافعي قلت له يا اخي نحن عندنا نظام من العراق للشام ممكن تمشي في ساعة واحدة بس من العراق للشام أسا لو جيت لأزول قلت له والله أنا صليت المغرب في السودان والعيشة في السعودية في السودان بيستغرب عادي جدا صح ليه ما استغربت انت لأنه حسب البيئة اللي انت عشت فيها عندك المعلومة دي عقلك بيتقبلك لأنه في طيارة من السودان بعد ما صليت المغرب طرت ركيت في السعودية صليت العيش أناك ما فا مشكلة دي عادي جدا يعني أسا أنا جاي من الخرطوم كويس صليت الظهور في الخرطوم سافرت جيد في مدني صليت المغرب في مدني عادي جدا يعني واحد كان يقول له صليت والله الظهور في الخرطوم هذا جدا يقول لك فيه شنو دي يعني لكن كده أمشي قابل لك واحد لو قدر قابلت واحد في القرن الثالث الميلادي ولا التاني قول له أسمع والله أنا في السودان كده يقول لك عملتها كيف دي ما بتجي بل عجل يقول لك ما بتجي ليه هل العجل اختلف لا اختلفت المدخلات بتاعت العجل والبيئة في العجل لا لا عشان كده انت دايما بتوزن الأشياء حسب البيئة بتاعتك أسانا لو مشيت لاجات واحدة من حباباتنا الزمان دي لك وبال ما تصهر التلفونات بدري قلت لأ يا أخي هو ولدك الجاهد في أستراليا هاكي أتكلم معاه تقول لك جنيتها ولدي مجنون التعقل ما عندك أنا أتكلم معه ولدي في أستراليا ليه ما بتقول كده لأنه دا عندها في مفهومه ما في إذن يا أخوانا العقل إذا كان مبني على المحيط بتاعه والبيئة بتاعته ما ممكن العقل يكون ميزان للشريعة جاية من حكيم خبير ما ممكن ما ممكن أنا أجعل الدين ميزانه عن الناس الواحد قد تكون أفسط المعلومات فايت عليه معلومة بسيطة فايت عليه يجي يجعل لي عقله هو ميزان لشريعة رب العالمين دا فكرة المعتزلة والفكر دا الآن موجود في التنظيمة العلمانية واحد مرة أنا ناقشته في كلية الطب جامعة الخرطوم شيوعي ملحد ينكر وجود الإله قام قال الإله الآن نحن ما بندرك وجود الإله إلا بشي حسي محسوس يعني يرى بالحواس أو يدرك بالحواس إما شوفه أو ألمسه بيده كويس أو كده يعني طيب سؤال منطقي إنت الليلة بتحب ولا ما بتحب مش سؤال منطقي إذا قلت لأي ما بحب إلا أنت مجنون المجنون ذاته بحب بحب على الزبالة والوسخ وكده يعني ما ممكن تقول لأنا ما بحب الحب ده مش بتاع البنات براو أنت ما تخيل بس البنات الحب ده الحياة دي كلها مبنية على حب يعني إنت لو ما بتحب الطعمية بتأكلها كيف لابد يكون إنك درجة حب وإن كانت قليلة للطعمية دي شانتك ده أنت تتغزى عليها الحياة كلها مبنية على حب إنت بتحب الحاجة بتتعاطاها من أكل من كده من مسكن من ملبس من غيره إلى آخره طيب الحب ده ما أظن يكون في ألماني ما مؤمن بيه لأنه شغلاتهم كلها تحت الشجر مع البنات وعويناتك وديناتك وبتاع ويغازلوا في منوت الناس ما أمكن كون أؤمن بالحب طيب الحب ده لقاك إنت شفته الحب ده عامل كيف كده دي نيرته الحب فيه أنت مؤمن بيه لكن ما شفته بنفسي لأخواننا دي المثال ده نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وإن لم نراه يخي نحن نرى أثار الله شكده ابن مالك قال قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد النعم شاهدة النعم شاهدة على وجود الله الهوة ده إنت بتستنشغوا الأشجار قائمة بنظام الكون ده شمي استطلع وتغرب كويس فصول السنة تتعاقب ليل ونهار يتعاقبان كون منظم حياة من ضبطها أرزاق مقسمة معايش للناس وأي زول ربنا يعلم ما في نفسه والأشياء دي كله عقول الناس الأشياء المختلفة دي كلها وربنا يرزقهم معا إنت بكون عندك مشكلة هنا وبتحكي في مشكلتك وبتدعو في الله يا الله داير كده وداير كده وفي واحد هناك في بوركينة فاسو عنده مشكلة براه وجنبك ده بجاي مشكلته براه والله يرزقهم كلهم ويحي المشكلة انت أحيانا يكون عندك مشكلة تدعو الله بيخلاص وبصدق ربنا اديك الحاجة لانت دائرة كويس شكد قال كالله بر والأياد شهد نعمة الله شهد على وجوده تبارك وتعالى على أي حال المدرسة اللي بسموها مدرسة عقلانية هي عبارة عن مدرسة من الجهل والتعدي على الله تبارك وتعالى بعد ذلك من الأفكار الخبيثة المنتشر اليوم الفكر بتاع الشيعة والشيعة ديل ظهر زمان قائد بتاعه اسمه عبدالله ابن سبأ بلقبه بالموت الأسود الزول ده أشعل الفتنة بتاعت الشيعة من بدري لكن أقول لكم ملحوظة ذكرى العلماء الأفكار الموجودة دي أغلبة أفكار تقوم على الفهم الخاطئ للنصوص غالب الأفكار دي يعني أسا ممكن تلقى واحد تكفيري التكفيري ده كفرت وممكن يشيل سلاح يخش الجامع يقتل المسجد ليه ده فيهم لئو نص غلط فيهم لئو نص غلط يقول لها قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الله قال اقتلوهم وقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد يقول لك الله قال اقتلوا المشركين تقول لك أنا مشرك يقول لك مشرك هاي مشرك كيف يقول لك مش بتتحاكم للحكومة دي لو عندك قضية بتاعة الطلاق ولا كده مش تمشي المحكمة تقول لك ما مش المحكمة وقل لك المحكمة دي بتاعة كفار والحاكم ده كافر انت بتتحاكم لأي انت كافر زيه ده فهم غلط للنصوص الافكار الاف الساحة دي غالب افكار الصوفية وطلالاتهم تلقى صوفي رافع يده جنب الغبر زي في مقطع مشهور نشرينه في الواتساب والوسائل بتاع واحد مش غبر وتحسونا زل عقليد ذاته عجيب خلاص واقف كده جنب الغبر والجماعة مرسوسين بيجنبوا بيجاي هو عامل فان ناطق الرسمي بيسم الوفد اللي جاي ده ودار يتكلم معه وتحسونا يا ابونا وتحسونا قال له الناس زيل جايينك من بعيد وحيوا سنتك وديهم الصرف الصرف ده بنك الخرطوم صرف بتاع شنو معه وتحسونا جي الله سؤال يا اخوانا بس سؤال بسيط الزول ده اسألوا الصوفي ده قول انت عملت كده ليه بتلقى فهم له ونص غلط يقول لك ربنا قال اتغوا الله وابتغوا اليه الوسيلة بس ما قلت لك فهم لنس غلط ابتغوا اليه الوسيلة قال لك تعالوا وتحسونا ونادي واندهو مسوي يدك الغلاد ده قال لك نادي وتحسونا ما قال لك نادي وتحسونا يا اخ وابتغوا اليه الوسيلة الوسيلة العمل الصالح امشي صلى لك رقعتين لالله خلصات وبيصدق لالله وارفع يدك لالله قول يا الله سألك بي رقعتين ده رقعتين الصليتين ده ذا العمل الصالح الوسيلة. ابن كسير قال بلي اجماع. الوسيلة القرب الى الله بالعمل الصالح. الصوف ده الخلاه اعتقد العقيدة دي شنو? فهم غلط فيهم. اما فهموا ليه شيخ ولا فيه مباراو. اشوف الافكار الضالة الموجودة في الساحة دي كلها. مبنية على مفاهيم غلط. العلماء قالوا الا مذهب الشيعة. مذهب الشيعة مبني على زندغة. ومبني على حقد على الاسلام. انت قال الشيعة عدل فيهم غلط? الشيعة ملا فيهم غلط ولا اي شي? ابن تيمية قال شيوخهم زنادغة. الرؤساء بتعينهم. اعرفوا نصوص الكتاب والسنة. لكن بيمشوا بحرف النصوص. كويس? ويغيروا الحقائق. عشان في النهاية يصلوا لتحريف الاسلام. قال والشيعة فعلوا بالاسلام. دارين يعملوا كده? كما فعل بوليس بالنصرانية. بوليس ذاك مش يحرف الدين النصراني يغيروه. الشيعة دارين يغيروا في حقايق هم ما بيعرفوه. وعارفين نفسهم كذبين. ما في ناس اكذب من الشيعة. يكذب يعني عن بيفسروا كيف. جا في تفسير بتاع الشيعة. قالوا ربنا قال ان الله يأمركم ان تزبحوا بقرة. مش مش الآية واضحة وقصتها معروفة. قصة بني اسرائيل. ازبحوا بقرة. قابوا قالوا ما لونها. ان البغرة تشابع علينا. واخبرنا البغرة دي ما هي. وكده. قالوا لا. ان الله يأمركم ان تزبحوا بغرة. قالوا هذه عايشة. العياز بالله. السيدة عايشة. ربنا قال ازبحوا. عيازوا بالله. ربنا اسنع العلاف عشر آيات. سورة النور. تتلى ليوم الدين. دفاع عنا. سيدة عايشة قالت ولشأني في نفسي احقر من ان ينزل في قرآن. نزل في قرآن. يتلى ليوم الدين. الشيعة قالوا قالوا الاية دي تفسيره انه دي المقصودة هنا عايشة. تفسير بتاع بتاع نظريات ساي? اه طيب انا ما ممكن اجا اقول لك نفسي الاية دي. اقول لك ان الله يأمركم ان تزبحوا بغرة هذه ايران. مش نجير ساي? بغرة دي ايران. والله قال ازبحوا ايران. بنصى الغران نمش عليكم نضبحكم. ما نظريات ساي? كويس؟ التفسير قال قالوا ربنا قال مرج البحرين يلتقيان. قال يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. قالوا البحرين يلتقيان دي العلي وفاطمة. ويخرج منهم اللؤلؤ والمرجان قالوا دي الحسن والحسين. كويس؟ ابن تيميا قال لهم طيب ربنا قال بينهما برزخوا لا يبغيان. البحرين ديل بينهما برزخوا لا يبغيان. طيب ازا كان بيناتهم برزخ ولا يبغيان. جابوا الحسن والحسين كيف? ازا كان دا تفسير الاية. يا مجار ما. فيمتا كلامي? الشيعة الفكر بتاعهم مبني اصلا على الحقد على الاسلام. وعلى تحريف الدين الاسلامي. شفتا كيف? وما في شي عنده حجة. اصلا ما عندهم حجة. حجاتهم في النهاية مبنية على الكذب. بس. مبنية على الكذب. واحد مرة خشى معي في مغالطة. جابوا واحد قريبه وقال ليه زولنا عمل لنا غلبة في حلنا كلهم. طيب. يلا. قال داري ناغش. قلت ليه قبال ما نبدأ النقاش. نحدد مصادرنا شنو. احنا بنتاقش وهنا مرجعيتنا. شنو المرجعية? كويس. قال قلت لي يا اخي المرجعية القرآن والسنة. كويس? القرآن والسنة الصحيحة. قام قال لي لا السنة ما دارينا. ايوه. دارين شنو. قال دارين القرآن بس. قلت لي خلاص طيب من القرآن. قلت لي رايك شنو في أمهات المؤمنين. من أعلى البيت ولا ما من أعلى البيت. قال لي ايوه. لما من أعلى البيت. قويس. قلت لي ربنا قال. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت. ويطهركم تطهيرا. والآية دي بداية فوق يا نساء النبي. طيب ربنا قال. أهل البيت هنا. قال لي لا 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 لا. الآية دي في نهاية لو بتلاحظ قال لي ربنا قال. إنما يريد الله ليذهب عنكم عنكم بالمذكر. وإذن قال لي المقصود بها من الرجال. المقصود بها من النساء. مقصود بها الرجال بس. قلت لي وإذن على البيت كلهم الرجال ما في نسوان. ما هو واحد من اتنين. انت قلت لي الرجال براهم. قلت لي خلاص. اتفقنا. آل البيت يبقى كلهم الرجال بس. نسوان ما فيهم. إذن قلت لا فاطمة طلعت من آل البيت. وقال قلت ليها طلعت هنا. انت طلعتها. لازم قولك ده. شوف قلت له واحد من اتنين. يدقوا لي النساء بخشا. يبقى نساء النبي بخشا. وفاطمة بتخش في آل البيت. وده الصحيح. كلهم من آل البيت. فاطمة رضي الله عنها. ونساء النبي كلهم. يدقوا لي الرجال البراء وفاطمة برا. ما معاهم. لا لا فاطمة معاهم. قلت لي بس خلاص كلهم معاهم. الحجتهم داخضة. لانه مبني على كذب. وتلفيق. كويس? قال لي جاب جاب الحديث. دي كل حجتهم. ما عندهم حاجة. جاب الحديث بتاع الكساء. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جاب الكساء. ودخل فيه علي وفاطمة والحسن والحسين. وقال هؤلاء يا اهل بيتي. قلت لي خلاص. اذا قلت على البيت اتفقنا معاكم ديل اهل بيت. كويس؟ اي واحد من البلدو هو ما ميا جاب الكساء ديل. ديل اهل بيت. فقط لا اتفقنا. سلمنا جدلا. انه الجو الكساء ديل هم على البيت. خلاص كان اولاده ما الذي توسر هاجينهم ديل والامام العسكر و sequence عارف وكل ما هاجينهم متو ديل هل من اهل بيت. يبلو ب sia الجو الكساء ديل بس. لانا قال الله ما ده؟ قلت له خلاص. معنى لو في ناس براه يبقى في ناس تاني ما النس براه. ده ما يعون ناس بتاع البيت براهم. في ناس تاني بدخل ناس تاني في البيت. على اي حال? كل الفرغة الموجودة في الساحة دي الان. فرغ ضالة اما ضلت في اصلي. اه? النية بتاعتهم ده يفسدوا الدين. واما ضلت من باب فهم مغلوط لنصوص الكتاب والسنة. عشان كده يبقى عندنا الصراط المستقيم. وانا دايلة لخص كلامي واختم. الصراط المستقيم مبني على الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. ودي النتية نحضرنا صليها. الفهم الصحيح ده فهم منه. فهم موروس منا الصحابة. رضي الله عنهم. وانسوا عنهم التابعين. تابع التابعين. وانت ماشي. عليما الاربعة. وانت ماشي. لحد العصر الحديث من العلماء اللي اخدوا المنهج عن سلف عن سلف عن سلف. ده المنهج الحق. عشان كده يتشمع راسك يضرب. وسي حتى تتسألني سؤال. تقول لي طيب خلاصة الموضوع ده كله. انا الان لو دار اتعلم دين. اتعلمه من وين? اقول لك لب الموضوع ده فينك تتعلم ممونه. انت عارف الموضوع ده كله. كل الجوة اللافة في الساحة دي. تتعلم ممونه بس. تتعلم الدين الصحيح من العلماء الموسوقين. يعني انت الان فتحت لك تسجيلات. دار 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 تسمع. ركبت سماعاتك. ودار تشغلك محاضرة دينية. تسمع عليها. ما تمشي تفتح ساي تقلي في اليوتيوب. ولا تفتح تلفزيون. ولا غير ولا تسجيلات. وتشوف لك اقرب دين وتسمع منه. واحد يقول لك ده ده كلام حلو. والقضية ما حلو طاعم ومسيخ. فيهمتا كلامي? القضية انو الزلد عالم مستقيم ولا ما مستقيم? ده الموضوع حينها. شما تمشي تتخبط ساي. في دقون كتيرة في الساحة دقون لفة كتيرة جدا. شفت كيف? لكن الدقون دي على باطل اغلبة. وخاصة الناس المغشوشين بالمشايخ المصريين. اكترهم شفت المشايخ المصريين دي البزات. اكترهم اخوة مسلمين. الا قليل منهم الناس المستقيمين على الجادة. شفت اخدعوك. خاصة دعاة ناس محمد حسان. ومن محمد حسين يعقوب. وناس الحويني. وناس منو. ده كلهم اخوة مسلمين تقاشوا. الفكر بتاهم. ده الفكر بتاعنا السيد قطب. وناس حسان البنة. والناس اللي خربوا الامة دي. والفساد الالافي في الامة دي كله. زرعوا الراجل اللي اسمه حسان البنة ده. شفت في القرن الحديث ده. كله جاب لنا بلاوي. وطلع لنا دعاة. كلهم دعاة بتاعين باطل. ودعاة بتاعين هوا بس. طيب تسمع لمنو. من الامة المشهورين المعروفين الليلة. ان كل الناس. ائمة العصر الثلاثة. الشيخ ابن باز. والشيخ الالباني. والشيخ ابن عثيمين. دي من اكبر العلماء في هذا العصر. ومن الاجل لا. وانت لو عكفت من السيدين. لحد ما تموت. شفتها? شان تسمع الصوتيات بتاعتهم. وتقرأ الكتب بتاعتهم ما بتكمل لمن تموت. في الغالب. احتمال تبقى نجيل تكمله الله اعلم. لكن في الغالب. ما بتقدر تكمله. راق ده العلم. تاني تلاميزهم من العلماء الكبار الموسوقين. ما تمشي تتخبط صاي. يا اخي الدين ده. الدين ده. كويس? العلم دينك. ودينك يا هو علمك ده. ابن عبدالبر قال له كلمة جميلة. ده من ائمة المالكية. قال ولو ان الناس. ينظرون في اديانهم. كما ينظرون في اموالهم. قال. فانهم لا يقبلون في المال دينارا معيبة. تعرف الوعدة الساعة لو ديته قروش. يقول يقلب على الله به جاي. على الله به هناك. مزورة ما مزورة. مشروطة ما مشروطة. ناكسة ما ناكسة. بيقلبة كويس يا عين ليه. قال لك انت في دينك. نقي نقي في دينك. زي ما بتنقي في دنياك. القريشات ده الدنيا دي. لا زائلة دي. انت بتقلب وبتفحصها. لو دارت اشتري لك مركوب ساي. انت مش تقلب ده جنينة وده الفاشر وده ما تعرف. ومروابة وده وين. تقلب. ده في حاجة بسيطة. تعرف في ناس السا ما در يجتهده كله كله. كله كله ما در يجتهده. يعني الدين ده بس داير. كانوا يقول لي بس هداك الدين. شيلوا. بس شيلوا قدي غمته في جاب ويفوت. بس دايرة ساهلة كده. يا ناس. اتو اسا في كليتكم كله الطيب دي. يقول لك يا اخذي خلايا. والخلية دي ما تعرف بتتركب من خلية. وده غيغة جدا. ودي بتاع. وده فيروس. والفيروس ده بيشبه الخلية. وما تعرف داك كريات بيضة وكريات حمرقة السموة. يحييرك ذاته. شعيراته. اتو الحياة ده الدقيقة دي بتفتشها. تنكتها واحدة واحدة. شعيراته ما تعرف. طيب الدين ده ما تفتش فيه كويس انت. شنو بس جارة كده ساهل بس دايرة ساهلة. ما دايري التعب كله كله. في ناس الواحد ما دايري تشهد نفسه. يتعلم. شنعرف الحق من الباطل. يا اخي الحق من الباطل وبتعرفه بالجهل. اتعلمه والحاجة. زوجي يقول لك والله اتو عندكم دقون هدا. ترجيت وتكلمتو. قبل يومين واحد عنده ديقين جا اتكلم. انا ذاتوا ما عارفين الفرق شنو. يا خطة. انت لو ما عرفتها. شي من العلم تميز بيهو. حتبقى انت تابع ساي. يجيك بسوقك. يجيك براد يجيك كده بسوقك وفوت. لانه انت ما عندك خلفية تقيم بيها. ايه قصة ممكن يجيك صوفي هنا. يقول لك ايه. بجوز دعاء غير الله. وفي وهابية نظموا هنا البارح. والوهابية دا ما عندهم موضوع. يجوز. تدعو الفقير. وتدعو الشيخ. بجوز. دليل شنو يا صوفي. ايوة عندي دليل. قال الله صلو الله. اذا انفلتت دابت احدكم فليقل يا ايبا ده الله يا حبيسه. اوكي جو صلي على النبي. صلي على الحبيب. يخمك يفوت. انت ما عارف حاجة. يخمك ولا تقول يا السلام يا اخي والله نازل لك كلام وانطلع سايح اخي تخيل? بجوز نلادي يا ابتيكو تلحقنا. ضيعك ضيعك ليه? بحاجة بسيطة. لانه الحديث القاله ده هو ضعيف. حديث ملفك ساي. نجيره جماعة زمان. وانت ما عارفه. عشان كده انا بكلمك النصيحة. ما بتقدر تقيم. واتميز. ايه اللي تتعلم يا اخي? ايه اللي تتعلم? انت لا يبخيل على نفسك بعلم. اسأل الامتحانات بتاعاتكم دلوقتي الجاشة اللي مرجع بتعطيب قدروا كده. وبالانجليز ولا بالعربي ذاته. ومشي شال ديكشيناري بي جاي. وقاعد ونظارات. ولمن ازول ذاته عيونه دار تتجدد. وشي قد ببحث. ببحث. ببحث لا انت. انا ما ادرى بخص لك مهنتك. ما انا زاتي عندي مهنة تانية واتهدت فيها. ما ادرى بخصها لك. لكن انت بتاعبان ومساهر وشايل لك دفاتر وبتاع. عشان بعدين تايدك وقعد لك جدام مريضة. قول لك عندك ازهال. امشي الله واخد لك حبتين هناك. ويديك جرشان تشيله وتمشي البيت. ده ما وضوعك. عندك حاجة غير كده تاني انت. ده بدخلك جنة يعني. ده براه ما بدخلك جنة. ممكن يكون عمل صالح. لكن ده موضوعك كله انت. قال شنو? لكن دينك ده. شفت علم الدين? ده بدخلك جنة يا وده الناس. بدخلك جنة. عرض والسماوات والارض. تجي انت ده تدفضوا الوقتك. انت عارف المحاضرة افتاعدنا الواحد مرات الجواجب فعيد كده يقول لك. كده نشوف الحاصل شنو? وما فاضين. ما فاضي? انت قال ان انا مستفيد منك حاجة? انا ما مستفيد منك. انت مستفيد تجي تتعلم مش? اتعلم منانا كشخص. لا. انت تمشي وتبحث عن العلم الصحيح. العلم النقي. تشيل لك دين صادق وصافي. تتعلم. شان تخش تبه الجنة? الجنة در تخشها صعبة العشوائي كده? على الهامش? في هامش حياتك الدين. يعني الدين ده انت كاتبه في هامش الدفتر بجاي. على اليمين ولا على الشمال? في هامش الدفتر بتاعك. انت كاتب الدين. وحياتك كلها للدنيا بتاعتك دي. يعني الصحصح. والذول يعرف انه خلاصه في تعلم علم صافي. يتعلم من المصادر النقية زي ما ذكرت لكم العلماء دين. ومن تلاميذهم العلماء الاجلاء الموجودين في الساحة. الا بالنسبة لموضوع الترابي. اختم بيو. عندكم ازلها دكتور مصطفى? ولا ما فيه? ها? طيب لو في اصل اجيبوها. لو في زل داري ناغش ادوه انا شايف الناس بعين ورا هناك. في زل داري ناغش انه تعال لو عنده حاجة يقول له تعال ناديكها المايك. ولو ده يتونس ساعة يتونس ما عندنا مشكلة احنا. لو عندك اي نغاج جهزين احنا الحمد لله ما عندنا مشكلة. في زمن ولا لساعة مصطفى. خالص? داير ناغش تعال. داير وانا ستعانة وانا سمع ازاته. بس خليه قدرة الزمن بتاع اخواتي. عشرة داير اكسو. نسأل الله عز وجل ان يتقبل من الشيخ ومن الجميع ويجعل ما قيل نصابي حهدى ونيرت في ظلام الجهل والشرك والبدعة وان يفتح الله بها قلوبا صمى ويهدي بها قلوبا عميا. اللهم امين. قال ما هو الهجر وما هو مفهومه وما طريقه والادلة الثابتة عليه ومن من الناس يجب علينا هجرانه. وجزاك الله خيرا. طيب موضوع الهجر. الهجر هو الافتعاد. وانت لما تهجر انسان او تهجر فعل اي تبتعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هجر ناس وربنا امروا الهجر. وهجرهم هجرا جميلا. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة لما اخطأوا. هجرهم فترة بتاعت خمسين يوم. حتى نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالى. والهجر عندنا اليوم انواع. العلماء قالوا النوع الاول من انواع الهجر. هجر اهل البدع. الداعين الى بدعهم. يعني لو في انسان زول داعي لبدعه فكر منحرف. فكر صوفي اخ اخو مسلم داعش. اي فكر من الافكار المنحرفة. ده الواجب عليك تهجره يعني شنو? تبتعد عنه. ما تسمع ليه ولا تجالسه ولا تحضر له محاضرات ولا تتخذ لك صديق ام ام الواجب عليك شنو? تبتعد عنه تماما. طيب. النوع الثاني من انواع الهجر هو هجر اصحاب المعاصي والمنكرات. يعني عندك صحبانك. واحدين بتاعين سجائر وبتاعين بنات وبتاعين حركات كده وبناي. ديل انت الهجر هنا العلماء قالوا مربوط بالمصلحة. في مصلحة من انك تكون صاحب ليون ولا ما فيه. لو اول انت خفت النازل خطيرين يعني. بيشربوا البنجو بيش كده وسوقوا البنات وكده. اشياء زي دي. وانت خايف تشرب معهم. كويس? وانت لو نصحت هم ما بيستفيدوا منك. فديل انت تبتعد منهم لانه ده هجر وقائي. توقي نفسك من الشر. تبعد منهم تماما. وده جاء في حديث النبي صلى سلم في الجليس الصالح وجليس جليس السوء كحامل المسكي ونافخ. الكير الحديث كلكم يعرفوا. فده الجليس السيء. الانسان يبتعد عنه ويحذر منه. لكن من بعض اصحاب المعاصي من فيه خير. وانت ترجو بجلوسك معاه انك تأثر عليه. النوع الشنو? مسلا تلقاهم بيشربوا السجائر وكده. وبيعملوا الاشياء الحرام. لكن لما انت جدت بيحترموك. ولك اوه ما ولا نجا يا اخ. اعملوا حسابكم ما ولا نجا. كان شعر ليس سجارة بيطفية وبيقعد كده. وبحترم نفسه. ويحترموك كده وبيقدروك. وبينتفعوا من جلوسك معاهم. في الحالة دي العلماء قالوا هؤلاء وصلهم اولى من هجرهم. لانه بينتفعوا منك. نوع اخر حتى من المتأثرين بالافكار الهدامة. ناس مدأثرين هما تبع ساي. ما ناس اصحاب فكر. واحد مدأثر بالشيوعيين. او مدأثر بيه? اه الصوفية. مدأثر بيه? الاخوان المسلمين. لكن انت تحسب زول طيب فيه خير. ممكن ينتفع ويستفيد. العلماء قالوا كما ذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. قالوا هذا وصله اولى. ما تهجره. لانه بيستفيد منك. وينتفع منك. يسمع منك كلمة طيبة. يسمع منك حديث. يسمع منك آية. ايه يهتدي بيها. فده وصله اولى ما لم تشعر بالخطر. اول ما حسد بانه يجريك معاه والتماشي معاه في الفكر بتاعه. او يجرك لانك تقع معاه في المحرمات. يبقى ده لابد تبتعج منه. فاذا يقوان الهجر عندنا فيه تفصيل. اما لو زول داعية بدعة ودعية شر. دهجره باتفاق العلماء. ما فيه نقاش. زول داعية عديل للبدعة والشر. خلاص. دهجره واجب باتباعه باجمعه العلماء ويبتعد عنه. ازاكم الله خير وحسنين لكم. سؤال سئل البارحة لكنه موضوع الساعة. فلا وهو الترحم على الترابي وامثاله من اهل البدع والزغي والضلال. طيب اخواننا بالنسبة للترحم على الترابي المسألة دي هي ما مسألة عاطفة. لانه كثير من الناس الليلة عندنا غالبا في السودان غالبا. الناس يتعاملوا بالعاطفة. وعندهم عاطفة جياشة للميت. الزول دا لو مات ممكن يطلعوا لك اعظم انسان واجل زول. يقول لك ده زي ما في ذاته. بس عشان مات. وممكن يترحموا علي احد. يعني قبل فترة واحد قال لي الجماعة فارشين على بوب ماري بتاع البنجوية داك. شفتوا? فارشين عليه في الخرطوم في الدم. والله فارشين عليه وعديل الجماعة بشير في الفاتحة. واذا هور بتاع المريخ داك تذكروا اللاعب المات. مات في الملعب اظنوا ولا شو ما عارف. داك فرشوا عليه في السودان عديل. وواحد متحدث جابوه في 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 التلفزيون بتكلم. قال زكرني موت ايداهور بوفاة رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم. كويس. الجماعة عندهم عاطفة. القضية ما قضيت عاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام عمه ابو طالب. عمه. كم بدافع عنه كم بيحوطه. وما اوذي النبي صلى سلم اذن كبيرا حتى مات ابو طالب. شفتها? مع دفاعه عنه ده. جلس جم راسه عند الموت. قال لي يا عمي قل لا اله الا الله. كلمة احج لك بها عند الله. كويس. تعارف? جنبه اتنين من صحبانه. ابو جهل كافر. مات كافر. عبد الله ابن ابو هميه اسلم. الوقت داك اللي اتنين كفار. قالوا لو ترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دي نبواتك. تخلي دي نبواتك. كان اخر ما قالوا ومات هو على ملة عبد المطلب. ما قال لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وعد وعد. قال لأستغفرن لك. قال بطرحم عليك. انت عارف نزلت عليه والآية. ربنا قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. النبي نهي عن الاستغفار لعمه. كويس? ونهي عن الصلاة على المنافقين. ما بيصلي عليهم. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ولا تقم على قبره. انهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما يصلي عليهم. ما الحكم ده بينطبق على الترابي. ولا ما بينطبق. وهنا الترابي يعد من جملة المسلمين. ولا هو قد ارتكب ما يرتد به عن الاسلام. ده سؤال ما سؤال عاطفش. انت تقول لي يا اخ ما ممكن يا اخ. يخزل بيقول لا اله الا الله. انت قاعدة شميه? الردة دي احكم. حكم بالردة. زول وقع في الردة ارتده. ما رج من الاسلام خلاص. خليك من من الكلام الكثير القادة الترابي والدلال ده. خليك منه. الليلة دي. الحكم الصحيح عند العلماء. الزول لو ترك الصلاة مرتد. بس الصلاة. براه. ولا قال اي شي تاني. لا اله الا الله. تمام. اي شي تمام. بس صلاة خلاه. قال الصلاة دي اولا انا ما فاضي ليه. وحقيقة ذاته يملص يزمة. وبعد ذاك الواحد يتوضع. وده برنامج طويل. خلونا منه. انا الصلاة دي ما دا اي دين دا بقفلوا مية المية. دا كافر. مرتد. انت قال الردة دي شنو? ادوك في الحيطة ورجع يعني ولا شو? دي اها الردة زاتة. كده دا مرتد. الترابي تعرف الاقوال القالة دي. شفتها الاقوال القالة. قريب عشرين قول ديل حافظنا انا. من الباطل. العشرين قول بتاع انه ديل لو قسمان على عشرين نفر بارتدوا العشرين نفر. مش ارتدوا زول واحد. اقواله دي. لو جبت اهديت عشرين نفر. ايت قلت لي قول نمر واحد. ويتقول نمر اتنين. ويتا قول التالت. ويتا قول الثامنطاشر للعشرين نفر. ارتدوا العشرين نفر. جت. قال ما في يا جوجو مأجود. يا جوجو مأجود قال ما في حيث ما يا جوجو مأجود. في القرآن ولا ما في القرآن. في سرطة الكهف ولا ما في سرطة الكهف. مش قصة يا جوجو مأجود في نص القرآن. زول انكر لاية من القرآن رأيك فيه شنو. ده مسلم. ايت الدينة طولاية في القرآن. الغريبة بتاع عسان خوجلي. القناة بتاعته مية واحد المساء. مشغل القرآن قال لمن مات الترابي. بس وقف الغناء القناة وحبيبي جننني ومنوة. قفلوا كلهم ديل. وحمد المنتصر الدجال دا. شد قفلهم. شق القرآن بس. فتحنا القرآن. لقينا مشغل الآية. ها? واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ثم توفقوا. واحد دقالي قال ليه الآن حسان خوجلي مشغل القرآن. وبيقرأ في الآية دي. قال ليه اسمع. سمعت الآية دي. قلت له والله حقو الدقالي. قل للآية البعض دي طوالي. انكر شيخك. شيخك اللي بتقرأ للغران ده. انكر الآية البعض يا آية الدين. فالسشدوا شهديني من رجالكم. فإن لم يكنا رجلين فرجل وشنو? ومرأتان. شهادت الراجل واحد بساوية شهادة شنو? مرتين. التراب قال ما في كلام زيدة. قال ما في كلام زيدة. قال شهادة مرة واحدة ورجل واحد. ما في مرتين مقابل راجل. ده ما في. انكر آية ولا ما انكر آية. ده انكر لآية. عزب القبر ده. في نص القرآن. ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. غدوا وعشية دي في الدنيا ولا في الآخرة? الآخرة فيها غدوا وعشية? الآخرة ما فيها ظلام يا اخ. ليل ما فيها? غدوا وعشية. قال ويوم تقوب الساعة. ادخلوا على فرحون اشد العذاب. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترأيي ظالمون في غمرات الموت. مش كونجو والغبر قبالوا. في غمرات الموت. والملائكة باسطوا. ايديهم باسطوا معنا اشنو? لان بسطت الي يدك لتقتلني. باسطوا عذاب. قال والملائكة باسطوا ايديهم. اخرجوا انفسكم اليوم اليوم تجزون عذاب الهوني. ده نص ولا ما نص في الغران? سلطة الانعام. ده نص. الترابي انكروا قال قال ما في عذاب غبور يا اخوانا. يا اخوانا يقولوا ليك بيعزبوه. قال في ملايكة يدقوا بشاكوش قال ما في. ما في قال الحساب ده بعدين يوم الغيامة كله. الحساب يوم القيامة. وما في عذاب في الغفر. وقال للانسان موية. وبتحلل بزوب بزوب قال. يزوب شنو? وقال في ناس قالتهم الحيتان. وناس قال حرقتهم امريكا. قال دي لقون وين شان يعزبوه. يعني الله ما بلقاهم ولا شنو. ده ما نفس كلامه اللي قال ولا ضرب لنا مثلا. ونسي خلقها لمن يحيو العظامة. وهي قولي يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكله خلق عليم. كويس? الترابي. اقواله دية. كلها. ولسه صف طويل. انكر سدرة المنتقى. قال يا اخوانا شجر في السماء يا اخ. شجر شوك. شوك قال في. سدر دي شجر شوك. السماء قال فيه شوك. ما في سدر المنتقى. انكر الزكاة. الزكاة دي جي بس ولد صغير. ولدك. ولا اخوك في البيض عمرو خمسة سنوات. نقول لار كان الاسلام كم? خمسة. واحدة منا شنو? الزكاة الترابي قال ما في زكاة. ليلة القدر. صورة في القرآن. صورة القدر. قال ليلة القدر طبعا كانت زمان يا اخوانا. ده جابوا في رمضان الفات. قريب العشر الاواخر. قال ما في ليلة الغدر. زمان دي السمافقة ليلة الغدر. زمان كانت. بتحروها زمان. لا اقول لك قولك. السديل اي واحد منا يمروكك من الاسلام? واحد بس. ولا كلين واحد. انكر يا جوج ما جوج يمروكك برا الاسلام. في انكار علامات الساعة من اول الاخرة. كل انكرة. هل ده مسلم? شكد العلماء في المملكة العربية السعودية العلماء الكبار. حكموا علىه بالكفر. ما انحنا. ما حكمت علي هنا. عشان تقول لي خلاص كفرتو. انتهيت منو كفرتو. ما انا الكفرتو. علم الكبار العلمة. الناس الحافظين القرآن والسنة وحافظين العلم. قالوا كافر دكتور محمد امان الجامي. عالم كبير مات زمان. كفرو بدري جدا الترابي ده. الشيخ مقبل من هاد الوادعي. كفرو زمان. الشيخ عبيد الجابري ده قاعد قصة. كفرو. قالوا ده ما مسلم فيه امتى كلامي? عشان كده تترحم عليه. انت ترحمك ده تقالب مزاجك. والله ما طارق السيدان جايب انه في اللي ناي قال عزال الترابي قال ارحم اللهم ارحمه واغفر له العلامة الترابي واسكنه فسيح جناته. والله انت اترحم بطريقتك. لكن احنا شي اللي بنعلمه ما بجوز اترحم عليه. ولا الكلام ده ولا خجلان منه. فيه امتى كلامي? فواحدين في الفيسبوك اول ما انا كان اول يوم. اول يوم بعد الترابي لما مات بعد اللي ناي بعد العيشة واحد اتصل عليه بمكالمة هاتفية. قلت له ما بجوز الترحم على الترابي ولا دي الله كده. ما بجوز. والعلم ما كان بترحمه عليه زوزيدا. ولا كلام الترابي ده كله. الفريابي تلميز البخاري قالوا له واحد بسبه وبكر الصديق. هو بيشهد ان لا اله الا الله. نترحم عليه ولا نصلي عليه. قال ما نصلي عليه. قال لو نترحم عليه. الامام مالك رحمه الله تعالى سألو عن قدرية. قال ما تترحموا عليهم ولا نصلي عليهم. الامام احمد بن حنبل سألو عن رجل رافضي يسب الصحابة. قال ما تترحموا عليه ولا نصلي عليهم. ديل علماء الامة. علماء الامة ديل. فهمت كلامي? فاول ما واحد اتصل عليه قمت قلت لا اخي ما بجوز والله. الترحم على ما بجوز. العلماء حكم عليه وبالردة. ما بجوز. انت عارفنا شارع في الاناي. سبحت الصباح لقيت قريب مية وعشرين الف مشاهدة. والواطة كل محل ما امشي. يا زول كيف تقول كلام زي ده? وما ممكن يا اخي. واحد قابلني اقمنا الصباح. اول ما مركتم مشاهد محل الشغل. كيف قال ليه تقول كده? الزول قال ليه لا سدفين ما دفنوا. انت تنبس فيه? يا قاس قلت تتكلموا كيف? ماذا حكم شرعي? الحكم الشرعي ما بجوز الترحم عليه. وما عندي شغلة مع هزول. كاد دين في الفيسبوك. وجايطين اولاد الترابي. وبكر اداب. وانحنا حنعمل. هتعمل شو يعني? هتعمل شو? انت مسكين ولا شو? في امتى? وش اخي وكي الطعم في الصحابة. وطعم في الاولي الصحي صحي. انت ما عملتها يا. تاية الان در تعمل. تعمل شو انت اعمل السابل? بناش كذب. ديلي اخي بسبوا الرسول. سبوا الرسول سبوا الرسول ساسلب. في الجامعة. ديلا اولاد الترابي. نحن حصلت معان بيننا وبينهم مشكلة في جامعة السودان. مشكلة زمن. سبوا الرسول في المنبر. قال ولا اصلي على هذا الشاعر الكاهن. الا لان الله امرنا نصلي عليه. زول يقول النبي شاعر وكاهن. ها? ربنا يقول وما علمناه الشعر. وما ينبغي له. ان هو الا ذكر وقرآن مبين. فدي الناس ما جار ما يا اخي. سأل الله اليكم وجزاكم خيرا. سأل يقول العقل من المخلوقات المعظمة والتي ميز الله بها الانسان انسائر مخلوقاته. واعمال العقل هو ما يجعلنا نميز الحق من الباطل. فكيف يمكن ان يكون العقلانيون خوارج كما ذكرت وجزاك الله خيرا. طيب العقل مقيم ومميز ان كان على الحق. ان كان على الحق. وكون الناس يقول لك الانسان ربنا ميز بالعقل. ربنا ميز بالدين مش بالعقل. وذي كلمة كثير من الناس بيطلقها يقول لك ربنا ميز بالعقل فقط. طيب ها ده شعرون ده. عنده عقل ولا ما عنده. ولا ميزه. ما ده 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 مش. ده ما استخدم عقله استخدام صحيح. اذا انت اطبط كلامك تقول الانسان ميز. ربنا ميز بالعقل عند استخدام العقل الاستخدام الصحيح. اما لو استخدموا غلط ربنا قال اولئك كالانعام بل هم اضل. ابقى الانعام احسن منه. احسن منه. اذا كان هو ما استخدم هذا العقل استخداما صحيحا. طيب. واذا يستخدموا غلط ما يسمى عقل اصلا. لان العقل هو ما يعقل صاحبه. يعني بيحبس صاحبه عن فعل الاخطاء وفعل الغلط. كويس? فالخوارج وغيرهم من الضالين ومن المنحرفين. ربنا اعطاهم عقول وما ظلمهم. اعطاهم عقول ما ظلمهم. لكن ما استخدموا هذه العقول في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته وفي سلوك الصلاة المستقيم. نعم. حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وجزى الجميع على الحضور لاستماع. ونفع الله بما قلت وجعله في ميزان حسنات الجميع. ننوه الى محاضرة الغد والتي ستكون ان شاء الله بعنوان. الرد على دجال الفضائيات. الا وهو محمد منتصر لزيرق. وقد قتله الاشياء في اليومين الماضيين. ولكنه سينصب غدا باذن الله غرضا لسهام الحق. تفريه فريا. وتقتله قتلا. فنقول لأتباعه وهم عندنا معلومون. اجمعوا كيدكم. ثم اتوا صفا. وقد افلح غدا من استعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.